اشتركوا في القناة 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 مروا القديمة صعبة برشاكة مش تعرف بروحها على روحها ومروا الجديدة قاعدة تحاول تكون متفاهمة ومتصالحة أكثر مع مروا الجديدة ولا القديمة يبيدها ماذا أما الخزرة تبادل تنجم وقوله قاعدة تبادل مش تبادل تخاطب تنجم مش تبادل عمر كامل فيه جزت خاطر انت هكا خزرت للدنيا وفهمت ان يزمك تكون مش يصير صعيب مروا هكا بيب نجم شو من اسألك شو تقولي هكا علش صعيب انك تعرف على مروا القديمة شو اللي صعيب لأ مش صعيب ما قلتش صعيب قلت فما زوز زوز ينجم يعرفه بمروا اما هي صعيبة مع مروا مع انتها بيش تعطيها يزمك تقد هكا نقصها هكا محليك فيه لأمل ما عجبتنيش ما كاركش ديما نفسنا غلط ديما فهمت إذية مروا القديمة مروا جديدة أنا فخورة بيك مروا جديدة يعطيك الصحة مروا جديدة نجم تعمل مخير مروا جديدة مروا جديدة فما زوز تعريف فما تعطيها دو متوى دو فيرسيان نعرف بروحي تحب جديدة وتحب القديمة تحب ترجع بين التالي نخلك القديمة أنا نحبهم لفني ما نحب نعرف المهم أنو نعرف التبديل هيدا كيفاش صار وعليش صار أما علش كنت حسب رأيك قاسية يسر مع روحك ما نعرفش بالحق ما نعرفش علش كنت قاسية مع روحك خاطر ديما نلوج على الكامل ديما نلوج على البيخفكسون ديما نحب روحي أحسن من البارح ديما نحس روحي خير من نوت البارح ديما نحس روحي نحب روحي من الأول ديما رأوا ديما المنافسة مع روحي خاطر صدقني قبل ما كنتش نعرفها الحاجة هيدا ما ما نعرفش نو قاعد يصير العالمين نو قاعد يصير للتالي للقودين نعرف كين شنو يصير قاعد معايا إينا وين إينا نحب نوصي ما تهصاروا حاجات في حياتي اللي خليوني نتحط في سيطواتي نعيش كين برش عبيت قاعدين نعيشو في تونس ولا في العالم اللي هما ياسر مركزين مع العالم لاخل فلان فلتين شعمل ش شريش قد تعارك ما تعاركش تحطيت في سيطواتي اللي أنا حطيت روحي فيها ما احنا نغلط ونتعلموا بعد ما تعديت المشكلة هذية ولا ما هيش مشكلة هيا مايبو فهمت عليش أنا شدة ثنية واحدة وفهمت عليش أنا ما نشبهش لبرش عبيت وفهمت عليش أنا قاعدة نقدم حتى كنت اختشو بالفحجة بالفحجة ما قاعدة نقدم خاطر بالحق راو لا نخذر علي مين لا علي سار لا على لالتالي لا ما تنخذر كين لنا شنو نحب شنو ناقصني شنو يزيلي شنو يزيلي شنو يزيلي ننقص شنو مرحاجة يزيلي نتعلمهم والحاجة جديدة لزيدت فيه اللي قبل كنت كان الخدمة لكله على انا شو نحب نعمل ولا انا وين نحب ننصر لكوته بخوفيسيونيك تاو وليت نخدم على لكوته ايما انا نقص في هذي انا مكرنيش انا وجعت العبد هذي انا خمامش لوحي بارشا انا معرفت شنو تصرف انا فهمت دون وهذي حاجة يصرف أخورا به اللي نصر فرحانة بيها خطر صعيبة وانك تخذ روحك في المرية وتعرف دفويتك اللي هوما ساعتي شو كيه وما انت العبيد بالحق هني جايتهم انا دوم ساعاتك تشوف روحت وني تقول فهمت نجم يكون العبد هكا ولي روما فهمت نجم يكون العبد هكا ولي روما فهمت نجم يكون العبد هكا حتى حد مهو كامي كلنا عنا دفويت فهمت انا مثلا نجم نتفاهم نوعيك وتي تقبل دفويته وما تشوفهمش حاجة كبيرة وما يقلقوكش بارش غير كنت يشوفهم حاجة ما يتقبلش بالكل لونك يزننا ننقا ونكونوا في الوسط معانتها لجوست مينيون انا سؤالي هكذا حتى اللي تحكي على التطور والنيفوليسون كل مروة متاع قبل مهيش مروة متاع اليوم فيها حاجات من القديم لكن تبدلت في برشة حاجات واينا نعرف اللي التغيير ساعات يصير على خاطر فما حدث صار اللي يسميه في الدراما للشانج مضغاماتيك النقطة الدرامية اللي فيها التحول شنو انت اللي عمل لك التحول هذي على خاطر ناس يعيشوه لو تفعليك وقت مرض كبير وقت فقت وقت امتحان كبير في الحياة شنو اللي يخليك انت تراجع تقول رانيا ليه مش اينا هذي شوني صار مرسوخ شوكي اموشوني عني ما تنجمش تتتعلم الدنيا حاجة من غير ما من غير ما تصير لك صدمة مع انت مرسوخ انا الصدمة الكبيرة اللي خليتني خاطر عشت بارش حاجات مع تصادمات في حياتي اما ما تعلمتش بيهم ما تعلمتش ما تعلمش منهم ممكنوا يتعاودوا هما يبيضوا ونقول عليش اينا يصير لي هك شو عملت منيش عبد خاي ما هما كي قادوا يتعاودوا جوزت على خاطر انت ما فقتش ما عرفتش روحك شو متحب شو متحب شو متحب شو مغلاطك كيفش كنت تخذر الحاجة فاديكا فهمتا الشوك هو صار لي عملت ديبريسون قاعدت عامونوش وبدلت فيها بارشة حاجات وبعد وليت ما عرش كالنجم نقول هالكلمة أما هما فهم زوز عينين وفهم عين الثالثة عين الثالثة اللي قلولها البصيرة وليت نشوف بها أكثر ما عارش نحكي بصعي بتحبني نعطي كل بيه 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 مثالش أحكي كم عين تحبني البصيرة معانتها البصيرة اللي هي وليت وليت نرى أبعد من الحالة هذيك وفي الأبعد أسكو بالحق أنا هذيك نحب هالحاجة ولا ليه أسكو هذيك اللي تخليني فرحانة أسكو الدنيا محصورة في الحاجة هذي مش نبعد ببعيد مش نعطيك مش ننفهم نبسطها لحكيها ولا مش نحكيها كما هاي أعضمي دي زويت حسيت روحي اللي أنا وليت حاجة مش مش نجذب علي حاجة هي وليت حاجة معانتها في البيني وبين روحي في نغذر روحي في المريه حس روحي اللي أنا أنا عملت إنجازات بيني وبين روحي روا مش إنجازات بغا بغلا بيتش عاملو عم حسيت روحي نجحت ولا عملت حاجة اللي أنا نحبها ونجحت فيها خطر ما خيبها رو ما خيبها الحياة كنت بدأت تخدم في حاجة وانتي مبكش مقتنع بيها وهلا وانتي بقي تلوج على روحك خطرين وقت اللي كنت صغيرة كنت يسر مغرومة بالبنتور كنت يسر مغرومة بالدنس كي أختستيك نحبه نرى روحي تحت الأضوة ملينا صغيرة ملينا عراش كيفيش ولا وقتيش ولا نحب الحاجات اللي أختستيك نحبش الحاصرة نحبش القراية البرشة نحب الحاجات اللي فيهم فن شي خاليهم وسابل ملينا صغيرة كنت نعرف لهم ما يوكلوش الخبز كنت متأكدة لهم ما يوكلوش خبز نظرتي كنت هكيك بانسور بعض بالعمر تفهم اللي وقت اللي تكون مغروم نجم تنجح في أي حاجة وتجيب منها مش فلوس ترابه متأفوش يزمك الغرام قط الغرام يخليك تكون مبدع والإبداع يعجب وإذا كنت نحكيه على حاجة تعجب كنت متك موش تتبيع ويزمك فون كلكو سوارة والدومين نحكي لك مين أخزرت لها ابلوش بيت غالاسي ما أخزرت ليش حاجة أخرى أخزرت لها اللي بانتوق تابلو قد بجدخل شنو بجدخل وأنا صغيرة راو عملت عملت كونتابلتي وبعد بدلت عملت ماركتينج خطر ما شفت شروحي شو شنواريك قديش لعب معنتها قديش أين ديما نلوش ديما مينيش مقتنعة معنتها بالحاجة اللي نعم فيها عملتي عشو سي على خطر بروفي كان متاع الجستيون ويحكيه لنا على الفق نتذكر مرة جيت جيت تلميذة من تلميذته للليسي وبعد ما خرجت قعد يمدح فيها ويشكر فيها وديك وشتوما وديك تقرأ في هاي شو سي تهدفوا هاي شو سي بنحيد تعرفوها وإينا المون باهرة وشنيها الهاج وشنا لقد عملت مجرد في الباك وعملت كونتابيليتي، حبت نعمل إكسبرت كونتابل، بعض قلت أنا نجمش و نقعد في بيرو محصورة أو لا لا بدل الماركتينج، بدلت ماركتينج. عملت وبديت نخدم في الإفنمانسييل، عملت عام ومنيش إبانوي، ما نحسش روحي بش نكمل فيها الخدمة اذي مع تحييتي كان لعينا نقعد في بيرو ونمشي ويجا ومعتا كنت شيف دو بروجي وعليقتي بلي فونيسور وصاعة تلقى واحد بليد ساعة تلقى واحد متربي ساعة تلقى ما هيش هيدي لنحملش هيدا ما هاني ناخت عرفت دونك بعد جيتني فرصة تني زارت في التالبزة عمت بموس ألسل وما كنتش نعرف ونحب تحديات انا راه انا اكثر حاجة ما نحبيش في الحياة هي الروتين نحب ديما عندي ديفي جديد ناخت المالية challenge نحس الحاجة نحس روحي حية كتب دفم حاجة نجري وراها ولا عندي objectif في حياتي دونك بعد ما عملت المسلسل وصاروا حاجات بعد المسلسل وما تا 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 مخدمتش وقعت وعملت غاديو وبعد الغاديو عملت انستغرام وانستغرام اللي هي حاجة نحبها واللي هي عمري مكينف بالنسبة لي انا خدمة ولي انا اليوم مش فوقلك كراهتها اما ما عادش نحضر لها كما قبل على خطر الانستغرام عمره ما كان سيفغي النجم يجيبلك فلوس اما ما هوش هو الفلوس والانستغرام هي بلاتفور تخليك انتي تظهر بينك بين غيرك احنا بخطوكي نعمل وكانت انستغرام ما يقول لكش بالول تحب مع انتها متنجمش تكون انتي انسان عادي وتبدأ بكونك بروفسيونال يزمك تبدأ كيما نسكل كيما اي انسان على وجه الارض وانتي بش تظهر بخدمتك مش بحاجة اخرى وبعد كان فما اي مارك الانستغرام والكانتوني متاعك اللي هو يلزم يكون زادا محصور تختار حاجة تخدم منيش متختارش متنجمش تخدم مع متنجمش تكون وياج مود بوتيك والجينا بالانترجان متنين لمج سنان وليو كينا نحكيو عالك التفلة اللي تخدم في كارفوخ ولي نسمعوها بالميكرو تقول لك اليوم فما بروموسيون في الحوت غدوة بروموسيون في مروش هكيت انستغرام انستغرام غرام وبعد كين فما دي سبونسور مرحبة وتكبر وتظهر وتولي ريفرانس نولي اينا نحب نلاوجه على حاجة نمشي للكانت لفلين دونك توا وليد كيفيش نشوف فيه ومالغوز ما في تونس اكثر راوة وش البر البره كل حد شيدد معانتها حاجة يختمعليها تونس على خطر فيه فلوس نمشي ونسكر للفلوس دونك اذك عليش اللي معانتها اوتوباتيكمون كيبدأ عبد يدخل في برشاكروس كيما الكاور جايقبال يجي في الفلشتراشن من العبادة اللي تخدم كيما انا مثلا كنت نخدم في في سوسيتي نخدم ولا في عجنس نخدم الصباح للليل وعندي شهرية فكس ولا تزيلة ياسور مش نقول اينا وش بيها هي حتى لو كنت مغيرو ما نحس دكرا تحس بتاعب السنين تزيد قريت وتعبت وكل دونك منلوموش على عبادة اللي فهمت نرجع لك تويكل للدوميل ديزويت دونك في شديد ثنيتي في انستجرام ونحس فيروح اننا في حاجة نحبها وقبل ما تكون حاجة نحبها حاجة خططت لها ووصلت لها خطر انا اللي وصلت لليوم ما كانش ما كانش صدفرة بعدها انا وقت اللي ما عايت وليش بعد ما مثالت في ولد مفيدة ولي انا نشوف الحياة هكيك ولي اليوم والغدوة بش نقل نشوفها بنفس الطريقة اللي انتي بخدوي انفوا ولد بخسناج ببليك انتي بخدوي و انتي كيفيش توريروحك للعباد ولا للعباد خلينا نقول للعباد وكين هو ما حاشتهم بك نو يكلموك الخدمة ولا الغال ولا الاميسيون ولا اللي هو بسور اللي بعد واذا كالكل بتتعديه كما نسكل كان كاستين كان فهمت ما مش انتي تكلم ولا انتي تاخذ الكادوات ولا انتي فهمت فما اساليب انا منجمش نتعدى بيه كرامتي ما تسمحنيش ما نحبش نحس روحي كولانت ولا معنتك اللي تشد تسحيح وشبه تطلب وتعاود وفهمتها نحس كينك تدخل في خصوصية العباد كان حاشتو بيك ويكلمك دونك كما كلمونيش وصارت لي معنتها كا ديسپسون زغيرة ميش كما ديسپسون بتا دي 2018 اما قلت ما نيش بش نيقفوني و الشهرة اللي ربحتها بمسالسة ميل زمن نيش نفلتها هاكلك زمن ينربح بيهتو انساشونا اللي بغتها ومم با عندي 50.000 ابوني في انستغرام روح دونك بعد شنوش نعمل يلزمني نخمم في حل مو هالحل؟ شو تنجم تعمل ماروح؟ خذيت تعرفوا مك اللوراق لك مش وراق هوك كما كنا نعملوا في لك روجه يقبل يتحلها كابناش شو تسمع عرفتو؟ عرفت يا جوبة خذيت شديتوا من هوني من هوني بالتناس وخذيت العبيد المعروفين في تونس ووقتها عملت خطة؟ عملت؟ لا ما نسميه خطة 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 حتيتهم هكا صورهم بالاسم واللغب وكل واحدة شنية اللي يضطي تيمتها باش معروفة يتسمي الاسم شنو تقول من بعد مانيش شنو نسمي لك اسم وحتيت تصويرتي هنا وشنو النجم نعمل هنا شنو الحاجة اللي أنا نبدع فيها شنو الحاجة اللي نحبها شنو الحاجة اللي نجم نعطي فيها الإضافة شنو دونك؟ نعرف روحي من قبل مغرومة بالمكياج وبالحويج وعندي أم منمام دو ما انت صاب وغفية وبديت على انستغرام الوبجيكتيف كان شنو هني نبدأ سور انستغرام نعمل الاسم والاتوالي كي تقول مروا عقريبي تقول مربوطة بالحاجة اللي أنا مغرومة بها شنو نجم نعمل بعد نجم نعمل إميسيون في التلفزة وبعد مانوالي نعمل إميسيون في التلفزة نعمل يا عباسادري سمتع دي مارك كيف كيف بقي كل نحكي لك على الحاجة اللي أنا مغرومة بها وبعد جو فيك خيامة بخو بخو معك وفي لي منو باي باي أوكي كون معاك صريحة لأبعد الحدود على خطر كليد برشا كفوفرة ومتال بزال طاف أنا مش هك باي باي طاف أنا ما نيش هك كم نجم نكون هك مش خطر كليد كف بش نتناها بتراسي ونقولك بيه خدمني ليه موت بو الشر ما حد فم حد حدي موت بو الشر أما أنا ما نموتش بو الشر ونقولك بيه أوكي خدمني نا مستحيل دونك بشوي بشوي بديت جو مدتاشة التلفزة والتمثيل واللي معاه واللي تيبه كان مكشفش تكلامني تقوليره فما غالي كنتي ولا إيجا جربه فما سينان اللي تيبه والكل مكشفش تبقى عني معاك ومشيت الخطة ومناشحت الخطة دونك الكلك شوز اللي قطلك عليها 2018 حسي تروحي عملت حاجة فما انساتيسفاكشون بخسونيل ما تشريهيش بالفلوس خطرق على التعامين بالحق ساعة مانديش في خلص الكريء ساعة مانديش في نتعاشة وانا جوست الفلوس اللي جيوا عندي نفشاشة بيهم حويش فش ناجدون هابط التصوير دونك وقت اللي يكلموك على إيميشون تتلفزة والساي كانت تسارابي توتونساشون العبيد الانتورياج متاعك الكل وتي سايباليك نورمال انتي ما تتعاش بك حالك انا اوصل الوقت ها نتذكر مولا الدار اللي كريم من عندهم مش هل دارنا جملة واحدة اللي بنزرت رأي بنتكم ما خلصتنيش في الكريء فهمتا؟ هيدا الكل اللي دارنا ميزمو ميزمو بحد شيء صباحا مدولا لباس جاو معانتا تتحمل الضغط هذيك الكل روكي يقول لك ما عندكش مكش كي ما تخدم شهار وطو تجي الشهرية تخلص يزمك تتصرف معانتا مولو ما بديت نخدم بدا goods ا Produkt مع حركور البررا نخالصووني لPaypal والدولار وصفا ما نتذكر وما بديتش نخدم برخيص حمدوا academy وكنت نب من يسر اللي على قد ما تعطي البرودوية على قد ما باش يجيوك خدمة من بعد معاستا ستون صورة دنفستيسمان فهمتا كل ما تعطي كل ما تربح كل ما تزين هالحاجة كي مقبولة كنا نحكيه على الستيتيك مهم يسر معاستا إنا ساعات من الأول سوختو نصرف على الكلابوراسون أكثر من حقا خاطر نعرف اللي التصوير هذيك بش تقعد لي وذيك اللي ماج مدعيينة وذيك اينا انا نحب جسل هنا من فلاتيش لحكاية خاطر مهم معلغ اللي تعديت بيه من 2016 حتى ال2018 اللي كنت تحكي فيه تاوة قلت اللي كنت نوظر المرأة ونحس اللي انا عملت حاجة وفخورة بروح دميل دي زويت دميل دي زويت حتى من 2016 حتى ال2018 كي وصلنا 2018 انا فخور اي 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 مزيد ما يخلط لهيش انا غاك انا فخورة اللي انا امنت بروحي واللي انا عملت استراتيجي واللي استراتيجي نجحت قد 2018 جيتني لبروبوسيشون متاع الميشون زر اللي فيك الانتراج متاعي الكل كان يخزرلي على الطفلة مهبولة تصرف في فلوسها وحد ما من بيه معنات وانا عاملة حاجة ورقة في الخيال تنجم تتحقق الحاجة هذيك كي ما تنجم ليه فهمتش نقص ده فهمتك كمبلتما ما انتها عاملة وانا مصرف وانا ما ندخلش مدخل فيه ديميت معنات حكيت فارغة فهمتك فهمتك عليك انا في 2018 قتلي قبيلة فخورة بروحي فخورة بروحي وذيك اللي بتبدل زادة في حياتي على خطر وحد كي يبدأ فخور بروحه فعمل حاجة ونجح ولي خليهم بعد يمشي لدبريسون ماانا قتلك صارتلي صار لي معنتها انشوك اموسيونيل كنت في علاقة كنتي علاقة مع عبد حبيته برشا وبعد في الاخر علاقة وفيت بحاجة لي خر ماانا جامش نحكي عليها خطر بش نحكي في خصوصية العبد الاخر فهمتك معنتها انت كيفش عشتنا هي الشوك شنوه صار كيش بش نجح نفسرها هذي ما عندي حتى مشكلة رابش نفسرها اما ما نحبش من غير ما ندخل في خصوصياته مرة اخر انتي كيفش عشتها انا هذي هو اللي هم انا كيفش عشتها شو بش نحكي هيلك وكينت تقصد قصتها من بعض اوكي انتي شوف معي اسكو العبد يستحق خطر ما نحبش نمس في العبد ومعنتها بش تعرف روحها ولا هو بش يعرف روحه شو عبد دان سيختان نيبو وخرجنا من بعضنا وكانت معنتها معنتها حبيت وحبني وكل شي وبعد وفيت الغلاشون وكيفيت الغلاشون انا اكتشفت اللي هو يخرج مع طفلة اللي هي معنتها من اسوأ مفامة في المجتمع فهمت من اسوأ مفامة ما منيش انا بش نقيم العبد اما بعنت شوية معنتها حسب قناعاتي هليني نقول من اسوأ مفامة حسب قناعاتي وما ما قبلتيش في روحي حسيت روح قول ليك قارنك بها؟ حسيت روحي اللي مش قارنة بها اللي انتي شنوة فالاخر شوش كونخطاء فهمتها معتها حسيت روحي ما عاش كتا كسيرة جيتني ولا كيفاش ما عاش كيفاش موخي يخذيها ولا قارنتينا روحي بها قارنتينا روحي بها و وحسيت لي انا ما نستحقش حاجة فماليك باتيت خاطر حبيتو بارش هزين دراوة دونك فهمت اللي 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 باتيت هي عب به بارشة خير مني في بارشة حاجات من داخل باتيت انا عب تخايب ولي دخلت في حكايات اللي بلي باش تطلع لسمي ولا بكتوالي عب معروف ولا باش تكون ناجح في حياتك ما هوش الكريتير الانساني اللي باش يخلي زوز كالكو سوالة ناتجو غمتالغوا لسونيت فيه فهمتا كيفاش خزرت لها دونك من لو لقعت في الديني مقبلتهيش الحكاية وحاولت نلقى ديز اكسبيكاشن توتونساشن اللي هو كان معها رو قبل ما يعرفني اين دونك كان معها وحسب ما حكينا وكل علقت وكانت بيها اللي ما ضيعت الوقت دونك غضت نييس الروحي فهمتا؟ غضت نييس الروحي وهني قلت لك ماتا قاعد تعمو نصان دي بخيشن نخرج من الدار من حبش الروح نقعد في الدار ما عاش حب نخرج نعيش في الزبلة في داري كان الياغرت كان ببز الماء كان من حبش نعمل حد شيء ما كي تراني في الشارع ما تفيقش بي ما اينا مع روحي كنت عيشت بريودي يصر خايبة في حيتي ايموسيوني الموت وقعدت نلوج فلو جاية منين جاية قطر كنت ديما نمن اللي ربي كيبعث لك حاجة في حياتك طبع يبعث لك حاجة بش تعلمك حاجة تخرج بحاجة دو كيما تزيما نسئل نقول شنو اللي بش نتعلمه منها شنية الحاجة اللي بش تخليني مع انتها الوجاعة هذي الكل اللي نعيش فيها شنية الحاجة اللي بش نتعلمه فهمتها وبعد فالاخر تعلمت اللي اللي تجري عليه في الدنيا واللي تعب عليه والاسم والفلوس موش هذيك سعاد موش هذيك الحيات هم اليوم بالنسبة اللي كنتي بعد اللي حكيت وتوى شنو السعادة مروعك اوه سعادة هي راح تلبق له سعادة هي انك تطعم كل دقيقة معانتها كل ثانية وانا ويك توى نحكيه هات ما تتعودش نجم او فاتك يتركز في الحاجة يتركز فيها ومخك ما يبديهش بعيد ما تخمش في حاجة اخرى هات رحنا ديما اللي بديهو حاضرين ساعات ومنش حاضرين حاضرين الجامة والمخ والروح في عالم اخر تزرب ولا تجري ولا تحب تعمل حاجة اخرى من بعد ولا تخمم كيفش تستغل العبد اللي قدامك ولا تخمم كيفش توري روحك تشد التليفون وتصور في هذي وشوفوني هاني نعيش مضاع على العمر ما عش تهيش ما ساعات نجم تتعيشها السعادة وانتي قاعد عرشينا ولتوا مقبل راني نقولها وبالحق نحسها يا عاتبة انتي وعبد تحبو تكلفي في القلوب وبالحق خاطر فما حاجات ما تنجمش تشريهم بالفلوس عم بارشة حاجات نجمش تشريهم بالفلوس حاجات ما الحاجات البسيطة هي الحاجات اللي بالحق تطعم فيهم معنى السعادة اما وقت اللي تعطيهم من الوقت ومعنى تتعطي روحك ووقتك وبدن كيزمك تكون حاضر أصاب وخصان وشتنجم تحسها السعادة وكين تبدأ شتار بشتار تقول بربي كيفيش انا نتفرشوا بحروا ويني السعادة ما 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 عرش كيش انتصارها انتي سعيدة طو المدة هذي سعيدة المدة هذي بكل صراحة انا مانيش سعيدة مش مانيش سعيدة انا انكيت تحقيقا معانتها ما سعادة سعادة مهيش مهوش احساسة اللي دي ما تحسوا سعادة كل كوره بتطلع تطلع 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 الحاجة اللي دي ما موجودة هي القراتيتود امتنين معانتها حتى ساعات دي ما نذكر روحي بشو نكون ممتنة دي ما نذكر معانتها أبسط الحاجات قول مروا الحمدولة عندك دارة عندك كرهبة في الباركينج بجي دير معابي عندك عبد يحبوك صدقني كي نقول الحمدولة لتخرج الحمدولة خاطر فهم الحمدولة تتقال كي ما سبح الخير وكي ما شنشوفكم بعد ان شاء الله وفهم الحمدولة اللي تخرج من قلبك الحمدولة اللي تخرج من قلبك عندها احساس ومعنينة 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 بالحق؟ ماذا كي تحط راسك على المخادرة وتتحمد في ربي على على نعمة الصحة على نعمة انت تمشي على ثقيق على نعمة انت صحتك لبس تدفقت راب عينيك تمشي كثقيق عندك دارة عندك عائلة تحبك انا مش نسألك على حاجة لاحظتها طرشت لديز انتربيو عملتهم انت قبل حاجة ديما تتعاود بنسألك منين جيت شنية ديما تقول اللي انا حياتي مسطر انا سطرتها وقاعدا نمشي في الخطوات متاع لو حكيتلي على بلان حطيتو كتبتو بالورقة والستيل ونتبع فيه انا الحاجات مانكيات لازمني انا نكون على رأس الحاجات اللي نعمل فيهم ونحكم فيهم تحكم هذا الكل اللي انت تحب تعيش فيه نتصور راك حللته بش نجم تقدم زيدا عليش لازم تكون في نوع بتاع كنترول حسب رأيك ما نجمش انا هكيك ولي هو ديفو ولي حاجة ما عادش ما عادش نحملها بونا قاعدا نحاول بش نقص اما حاجة طبيعة في بالحق ما تعلم أبسط حاجة ساعاتنا بلا مستدعية عندي ايفينما ولا عندي أرس بش نختار لابستي انا بش نلبسي ولي حتى إلينا تخيل اللي دكورات في الحرس توعلوانك لا تصدير وفرقاوين على نارف وليس نارف وغازون رقد أعرف شكرا أنا لدينا إنفتاحة على الحرس في بلاس الحدنية أيضا أنا جمع نسمي الاكتري في مدفعه وفرقاوين أنا ساية مخيات يحكي لي كيفشو كون الحرس كي نمشي ديرلي ديسبسون خاطر الأكسبيكتيشن سعالين دي ما حكيك تصير لك مع الناس اعطيتك ميثيل راو اي تصير لي برشا مع الناس ليتو ماش تصير لي مع الناس هو دي ما نتأمل أخي فجأتني على خاطر هما فامة دو تيوغي واحدة تقول لك خلي تأملاتك من الناس عالية على خاطر تستحق أنك تغسوها من عندهم الحاجات الباهية وفامة ديوغي تقول لك ما تتأملش من الناس بالكل هكيك عمرك ما تبدأ في الخظلات انتي من المجموعة الأولى ولا لا طلعت لنا في المجموعة الثالثة اخترتها وحدش تتخيل الخائب ليه ليه والله تعرفش لو ما نتخيل حد شي ما عادش نستنى حتى شي من حتى حتى أما قبل كنت نستنى أنه العبادي يكونوا بهين قبل كنت نستنى أنه العبادي يكونوا بهين على القليلة مش لازم تكون إنسان قلبك كبير وكريم وكل حاجات تسمى برشا على القليلة تكون إنسان متربي واللي هي التربية توا وليت حاجة مفقودة جدا التربية والحشمة والأخلاق وإنك تقدر عبد كبير وإنك تقول كلمة لبيها وإنك تحاول تكون مع أنت حدك حد روحك وما عادش توا الوقاحة ولا تقول شخصية الحقيقة ما عادش نشوف فيه في الشيرع في الغزوسوسيو واللي ياجبك اللي مش المشكلة في الشخص بيدورا والله يصدقني كي تتأمق ماذا كي تخزر البعيد ميش المشكلة في العبد اللي هو يتقبح ولا يقول في كلام ما يجيش المشكلة في العبد اللي أمبخسيوني بيه أتروي الغفلات لسوسيتي زي نحب ولا نكره دونك ما عادش المشكلة فيه واحد ما عاش نخزره للعبد ذيك هو الغالط ونحكيه على مجموعة أشخاص ليه أنتي حكيت لي برشا حاجات دونك أنا ضعت حتى في الأسئلة متاع اللي هو ديما نبدأ نقول الأمور دي ما عندها أصول والأصول فينا بالبيهي بالخيب طفولة نغال هو الصغر هكا ولا فأنتي كنت تحكي على طفولتك كيفش تنجم تصفها كيفش عاشتها آه طفولتي كنت إنسايد كنت مشيق برش وكنت رأسي صحيح قلبي بانتها بان أصحاب برشا مع أخوتي مع أخويا شوختو ونفت طفولتي تعرف كيفش آه كنت كنت من بهرة بال على أختي كانت يصر قريبة ببابا أكثر من أمي علش على خطر أمي كانت يصر تحايل كنت تحب بخويا الكبير برش وكنت توريها في حاجات وانا كنت يصر لليوم معنا ترى و ديما انا دون لوبسيرفاشن ملينا صغيرة وكنت نخزر لها كيفش تتعامل معاه وكنت نشوف فيها ذيك الحاجة البيهة خطرني كنت يصر مغرومة بأمي نشوف فيها مثالي الأعلى اندريكتما وامسي كانت شعليقتي بها قريبة برش وكنت نشوف فيها حاجة يصر لليوم نشوفها حاجة حاجة يصر عندها لدول متاعي دونك كنت نشوفها كيفش تتعامل مع أخويا ميلزموش رقبلا شعشي سايب أخوك 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 دونك لي مش نولي أخويا ماتا كنت نحب نولي كيمة أخويا ولا نلعب الألعاب اللي يلعبهم كنت ياسر قريبة عنهم أخويا الكبير لليوم احنا صحابا ما عاش كما قبل كنت ياسر صحي أصحابنا وياه الألعاب اللي يلعبهم الكل أنا معهم وكنا نعملوا فيه فريق نشكلوا فريق خطر كنا احنا احنا كنا ثلاثة وبعد جي أخويا صغير من بعض دونك احنا ثلاثة عشنا الطفولة أكثر مع بعض أختي كانت الطفلة العاقلة المثال للقراية والمثال يحتذى بها المثال في العائلة الكل وأنا أخويا كنا المشيغبين أخويا كان يخدم أخو شوية معايا كان يعتبرني أنا الدرع متاع الحصانة خطر أنا كنت صحاب باشا مع بابا وعليقتي ياسر دا اللولا متاع بابا دونك ما كنتش نتعاقب ما كوي يهزني معاه على خطر أنا ما نتعاقبش دونك أوتوماتيك ما هو مش بشي تعاقب سينو لا يهزني في التكويرات ولا في التشعبيت نحب الألعاب منين نجي معتا غرامي بالتشالنج مصغررة ومش منتوى معتا من الصغيرة نحب المغامرات نحب الحاجة الصعبة نحب الأكتفيتات التي تعالو ليد نحب منبهرة بذكركم لو كنت طفولتي يسر فيها برشة برشة ديزاونتور حالينا نقول كنت قلت حاجة راهي قلت ما نكثر ما مماكنت ليهي بخويا كنت نحب نولي خويا نحب نولي كيمة خويا يعني نحب نحب تحظى بكل اهتمام خطر كل في موخي اللي طفل أبغى موخير ببرشة من الطفلة فهمت كيفش أخذي عليش خطر أنا كنت نشوف ما سألتش عليش أنتي ما تنجمش ليه خطتك نسألة تقولي أنا نحبكم كل كيف كيف مال كوفت ما هو مشكلة كيف بالحقيقة دو هيا ما عاش نسلك هاني نشوف فيكم مش نعمل كيف فهمتك بتات خطر نحب نجذ بالها أنتي بيها زيدا راوة خطر تلموعة هي ما كانتش معناتها علاقتي بها يسر قريبة أو كانن هاني كيولدك أما أنا طفلة فمنجم تكون طفلة أمرا وما أنت تأخذ من الطفلة ما هي راي طفلة فهمتك أنتي تقول فيه ببساطة كبيرة وفي اللي عشت وأنا نصور في مبارش ابنت وعايشين نفس الحاج أنو يراولي بخيفي لاجي يمكن اللي عند لأولاد في التربية بطريقة عادية في العائلات العادية التمسية ويقول لك هات نقرب هات نعمل الحاجات بش نجلب الانتباه بش نتشاف بش يراوني بش يحبوني بش يقبلوني فيمكن برش ابنت بش يراوني رويحوا في الكلمة هذية باي أنا على حكاية التربية والطفولة شنو الحاجة اللي كنت تتمنى تصير معاك وانتي صغيرة بطريقة مختلفة تتربى بها بطريقة مختلفة شنو الحاجة اللي ما حذيتش بها وكنت تتمنى تتحصل عليها حتى لو كان راهو دي ما نقول نعرفوا الوالدين يعملوا كل جهدهم بلي يعرفوه أما انتي توابك بالوعيم تاك باليبوليشون تاك تقول ياريت كنت نحظى بهذا ياريت كنت نحظى والله الحقيقة حمدول الله معانتها حذيت بكل شي ما تحتك حتى كي قتلك راهو أخويا كان مدلل أكثر والله هي راهو في الحقيقة معانتك كيتشري تشري للنس الكل وكيت بفما كلمات أنا راني كنت يسر ذكية اموشوني المارا دو تاول علش أنا مركزة على خطر راهو الانتديجنس اموشونيل مش لعباد الكل اللي نجموا يفيقوا برويحهم اللي معانتها يزمك تخدم على الحاجة هذي والحاجة هذي معانتها باليز اكسبرينص نجم تفيق برشة حاجات في شخصيتك هم عباد ميفيقوش يعديو حيطهم كيم لا يعديو في لزيقهم عايشين نورمال ما أنا من اللي صغيرة ما نشبهش لأخوادي بالحق معانتها عندي 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 عايش من الفصل معانتها يصير نثبت في برشة حاجات من اللي أنا صغيرة من فيق برشة حاجات ما ما يفقوش بيوم صغار أخرين كيف تقول لي مثلا بالحكاية هذي متاع التربية يعني يعني قلت لك هي ما كانتش مقصرة مع حتى حد فينا مي على خطر هو مثلا السؤال هذي أنا كنت ديما نلوش وفي إيجاد عليش خويا لولا يتميز وش يرقد بلش عشية مثلا عليه هو مي مش يرقد بلش عشية مثلا عليه نحب نعرف هم تم ما عدي أسألة نسئلهم عطيت كيكزامبل رأى هو ما انت مثلا نكبش نخر ونخرج لكل ما بعض ناش تشري حاجة يشري ونس كل ما بعضهم فمي شكلي ما هو خير منا في حاجة ما في بتيت خطر إينا نحب روحي دي ما أحسن وحدة ولا خير نحنش منحنش بتيت خطر كنت نغير منه كنت نحب بلاست أقرب لليها هي معنا تفهمت ما أمي ما ما قصرتش معايا في حتى شيء بالعكس ما ما قصرتش معا عملت أكثر من من منطقتها نتصورها ومعنطها دي غنق ما ما عنديش بارشة معا كلامتها في تيفون هي وبابا قلت لهم أنا أخورة بارشة اللي أنا بنتكم بابا قم يبكي بالحق معتها خاطر ما حليها كي توصل لعمر وتعرف اللي والديك تعبوا عليك بش خرجوا حاجة معتها ما هيش مربوطة كان بالفلوس ولا بالمربوطة بالقيمة البشرية معا دربية أخلاق في عمور معين ما تعطيهم شامية يا ره تبدأ أدوليسان ولا صغير ولا دير بابيك الدنيا وتحب تديكوف وغبرش حاجة جدد تخمامش فيهم ما كتكبر وترا شوف فما دير بيك وترا روحك أنت كيفش تعامل في دي سيتيواشون معاينة مع العبيب الحمدولة الحق الحمدولة لي معتا حتى في 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 ماش نطورها عليك أنا صححت مع أجانس البر صححت مع أجانس البر اللي هي من أقوى لز أجانس اللغوب وقت اللي بديت حكاية فلستي كارموني في تيفون قال ولي متعبط حاتش دونك نهارين لولينين نهار لول بلتو نضابزب في الدار يا ويلي من خدمتي يا ويلي من أين شكون وشنا نحب نعمل ويا ويلي ما رقتش نهارتها ما رجمش نرقت خاطر منيش أين أنا عابدي جي يفرض علي حاجة كونت خمي بخان فيه ما هيش هذي خدمة متاع أعمل هاكا وتناجم تعملها ما عاد وانتي ماكش مقتنعة بيها ناجم ناجم تفهمها بنتاشت ناجم تعملها انتي ماكش مقتنعة بيها وما ما تضركش في 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 تي فالور وفي تي بخانسيك وانتي فيش انتي تترى الحياة ما رجمش نرقت وبديت من الأول نلقى في الأعذار اينا ياخي شمدخلني اينا رئيسة اينا نحكم ايخي هون ديو شاديين كريسيا هون ما ديو حكم وانا شمدخلني وقفو عارفة روحي للكلم نقول فيه جوست مبرد على قلب يا رب قلت عن دماء صبحت غولة مسايبة هبت 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 ما عادش ناجم بالحق ما هي منيش قلت اللي مكتبهو لي ربي بش ناخده لكن فما حاجة بش ناخدها مع فلسطين ولا مش مع فلسطين اينا نعمل اللي يقول لي عليه ضميري بصخنا لللكانتخاب يسوك وانا ما معلم مع انتا بش تقول لك فرحانة وما راضي على روحي مهم مهم انو الانسان يقول لك دونك من هون يجايد فكرة لانا هزي التليفون قتل مراني فخورة هترع القيلة فما راحة نفسية اينا كنحط راسي على المخدة نارش روحي مرتاحة ما عملتش حاجة وانا مش مقتنع بيها نقطة هذي زي قلت كلمتهم قلت لهم اللي أنا فخورة بيهم فخورة بالترانسميسيون اللي عملوها بالتربية متاحهم جدو اكثر حاجة خذيتها من عند الوالدة متاحك تبيعها تقول اللعت لامي في هذه برشا حاجة خذيت من امي كان حاجة من اللي بيها الفي خذيت من امي خذيت من امي من السرار خذيت من امي الخدمة خذيت من امي معانتها كان حاب نعمل حاجة نعملها خذيت من امي برشا حاجات معنا خذت منها نظام خذت منها طموحة برشا معنا تاكي نحب نعمل حاجة نعملها مدفئ لديما ما عنديش لهوة بالعبيد ومي كانت حكيكة معتها مزززي روحي برشا حاجات خذتهم من نومي كان حاجة بركلي أنا ما نصرف برشا وهاي كانت تعرف معتها تتصرف الفلوس أنا لي أنا مخروبة معروفة خلينا نقوله كريمة خلينا نقوله كريمة كريمة على روحي وعلى لي لي كريمة هو هنا كريمة حتى مع عائلتي ومع صحابي وكل كريمة أما مانيش عفيت عندي حاجة اللي أنا يا كريمة برشا هي مش حاحة برش كيفاش تعملها هايدي كينشم عليك شوية تخديم المخ ماني قطل كناراني عندي معنتها نبدأ نقرأ العبيد ذوك كينشم عليك شوية خبيثة ولا تخديم مخ ولا تتسك انت قلت قبيلة اللي أنا قريبة برشا من الوالد متى شو أخذت منه الوالد بتاحك المصروف نصف برشا نصف برشا بابا أشخذت منه بابا روحوا خفيفة فدليك برشا بابا قلبوا به برشا حنين برشا كان صعيب برشا ما عاش عاش تبادل كان يسر صعيب تول أي ياسر حين معتى بابا كتقولوا كلمة بيا مثلا انتو حشتك بابا نحبك أثر فيها برشا مواخر بابا يخوف معتا بيغفها كو يعطي قرارات وكل هسو معتا قائد ويتمنوا الحاجات بيزدك بيه أنا بش نهزك البلاد بعيدة شوية يقولوا تشرق منها الشمس اللي هي اليابان واليابان عندهم حاجة تقليدية يقولوا لي هي سر السعادة وطول العمر فيها أربع نقاط يقول لك بيش تكون سعيد وعمرك يتويل لازم تعمل حاجة اللي هي اسمها الإيكي غاي تعمل حاجة تحبها وفي نفس الوقت تعمل حاجة اللي دخلك فلوس تعمل حاجة يستنفعوا بها الناس تعمل خير برافو عليك انتي شنو اللي خليك تلقى الإيكي غاي متاعك القيتو قاعدة تقوم على خاطره السباح شنو اللي موتيفاسيون متاعك اللي تخليك توصل لهذا توا موجودين الحاجات اللي تحكي عليهم رمانتي خاطر كن ما تعملش حاجة تحبها راه وفضقني بشي جي نهار و في ليتكتوفة وكن ما تعملش حاجة تسوف أسليلك خاطرين تفراشت فيها وهيها صحيحة وقعدت في مخي وتفراشت وتفراشت عليها مرة برك وتعمل حاجة يستنفعوا بها لعبيت على خاطر ما تنجمش تعمل حاجة انتي مغروم بها تحب ولا تكره نجمش تبيع اللي هو والعبيد ما فاما حتى ما تفعلوش معاك الناس ما ذا بيك شعطي ما خير تقدم تولي تلوج بالحق على البزن بتاحهم بانسور سلون حاجة اللي انتي تحبها دونك لازمة 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 تعمل الخير نقصى حاجة أخرى راو بعد انتي فكرني فيها هي تعمل الخير تعمل حاجة تعرف تعملها حاجة تحب تعملها وحاجة دخلك فلوس تعرف تعملها زيدا بانسور كما تعرفش تعملها بش تخلي روحك وصحوك حقيقة بطر سيختال موفا مشكول اني يعرف بش يصلح لك و و و بش تقعد ديما تستاقل مانت مسير او اللي يتعلم اللي يحب يتعلم يتعلم نجم يتعلم المهم الغرام موضوع درا كما فاماش غرام صوفل بش شوفها وما كشفش نجم تكمل وما كشفش نجم تبدع وما كشفش نجم بش تيقف على اول اوبستاكل بش تيقف على اول حاجات يصيرو لك خايبين لونك يلزم تكون مغروم خط الغرام يخليك تتحدى المصاعب وتتحدى لزوبستاكل كل فهمت فعمل حاجة تجيب الفلوس وي بانسور خطر كلنا نخدموه على الفلوس مانا علش عايشين مانا احنا نخدموه على الفلوس بش نحسنو من بش نحسنو من المستاتوين بتاعنا بش نزيدا نراضي ورواحنا ونفرح ورواحنا بحاجات اللي شاهيينهم خطر الحياة زيدا يزن تتوفر روحك حاجات كالغيكمبنس ما انت خدمتا تستحق هذه تخليك تزيد تخدم لونك والخير هو اللي خليك ترقد مرتاح الحقيقة بسير عايزوكم زيدا يخليوك ترقد مرتاح ترقد مرتاح وتخليوك زيدا تحس باللي أقل منك تربيه وحدي ما يخذر العبيد اللي أقل منه بش يعرف قيمة الحاجة اللي هي عنده كنتي تاوى على علاقتك بالفلوس اليوم شو علاقتك بالشهر اللي سعيت لها اللي خططت لها اللي خدمت لها وتاوى متحصل عليها ما كانتش ما سعيتش على الشهرين أنا ما عمري لا سعيت للشهرين نجاح نجاح شهر عمري ما كانت في مخططاتي ولا كنت نشوف روحي تحت لبروجيكتور ما كنتش نتمنى ما كنت نرى روحي وأنا صغيرة معده نقبال مثلا نتفكر روحي بلقدي بلقدي يجبني نحفظ جدور الضرب أنا شناعمل في بيتي مايو وليبسة وطالون ونشطح قدام المرأة ما عرش عليش نرى روحي لي أنا ستار بلني أنا بغطورة وكن نقول ما شقال دا تعمل أنا ذا روحي فهمت ما مطلعتش مغنية ولا استعراضية ولا فنينة ما ما كنت نحس روحي ذاك ما كانت اي ما كانتش الشهرة بمعي بعمتها بمقيس انو العبيد صفق علي ولا كيروني في شارع بالعكس ما نشوفش معتها شهرة معتها 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 مع مرور معروفة ولا مع العبيد معتها ما تبدلتش بالكل العبيد اللي يعرفوني ما قبل ما تبدلتش قعد تنابيدي بتتبدلت في حاجات تخص معتها تبيعتي كيفاش نراه في الدنيا شو ما أولويتي في الحياة مش تبدلت مع العبيد لنا نجري في جور معتها نجري في جورتها ولا نحبها ولا نشوف في روحي ولا فهمتها ليه ما ما بدلتنيش جملة معتها بيه نوع أكثر حاجة ما تحبهش في روحك قولنا تمنى أن الحاجة هذه نجم نبدلها نجم نغيرها خليها تتحسن حب روحي برش لحقيق ذا سيجين نحكي فيه البرح أنا وانت خيم وانت خيم وانت خيم وانا مياما أنا إنسان راو متصالحة جدا مع روحي بديه كي بدينا قتلك فما حاجة لي خوف ما تحبش تقبلها فما حد حد يقولك أنا إيجويست أنا إيجويست بحقيق نحب الحاجة بيها لينا ونحب نبجر روحي كيفيش وليتها وخزرتي تباد ما نقبل رانينا عن روحي إيجويست ما تأويك وليت نشوفيها أبعد على خاطر ساعات تعمل دي غياكشون مع عبيد وليت تتصرف مع عبيد أنت تبجر روحك فيها السيطواشن هذيك أما تذر العبد يقدمك تذر ومع أنت تجرحو تحسو لي وإلا فهمت دون كوني حاجة ليس خائمة وذي الحاجة اللي أنا توقع دا نحب نحسن فيها ونحب نحيها ونحب نولي نحط روحي شوية في بلاسة العبد اللي قدم فهمت يعني مثلا مش نعطيك إجزامبل روتناج بكون مش أوسي جراب لحكيه ما إينا تقلق أنا اليوم تفهمت أنا ما إيك مش نتقابل أوكي و إينا جتني حاجة أخرى ما أهم نبعث المساج نقلق تزالين قابلو ناريخ يمشي في بيدي أنت مش تتفهمني ما إيدي تناجم تكون مثلا نحشتك بي مش تحكي معي في حاجات فهمت مش معانيت هأنا ما نتعملش عليها فما فرق أنا عطيتك إجزامبل معانتها أنا في دي سيتيواشن بجر روحي على العبد ولي هي حاجة خاطر ولي أنا مذي بيان نحي سينا ما نجلف وإخر خائب مانت الحقيقة مانت ماذا شو الحاجة اللي تحبها برشا فيك تقول حمد الله عندي منها طبيعة هي طبيعة ماذا حاجات أكثر حاجة أبتميسة على الأخر معانتها دي ما حتى كنبدا ساببا نلقى نلقى مخرج نخزر للدنيا دي ما معانتها الحاجة دي ما الدنيا نخزر لها بألوين زي هي ما نخزر لها شو ألوين خائب دي ما عندي حل المشاكل كل كل كسوة دي ما نخزر اللي فما بوسيبليتي بش توصل كل حاجة مثلا نعطيك أجزمبل أنت اليوم تقولي ولي صارت دي ومشنا الووياج سفرنا معانتها وقاعدين وقت السنسيت قاعدين نقدم البحر نتفرج شفنا غروب الشمس كان يفطق وكل وفما دي يوات منهم يوات كبير 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 معانتها بالحقيقة خيال إنك تكسب الحقيقة معانتها وي توبو وشاي كبير دونك اللي معايا احنا ونتي سنك ثلاثة قالوا واحد يكسب واحد كدر هنا غزرت طفول صحاب نوية ولي ولي بلوز و مو يشبه اللي في تفكير قلت له علي شلي معانتها نجم نهار من نهارات وحد فينا يكسبش هذيكا ما يكسب أقل منه وطماتيكما انت كي بش تكسب يوت كبير يكونوا صحابك مترفعين زيدا تنجم تعدي نهار فيه بما أنه صحابك يكونوا مالكين فهمت معانتها كمثال بسيط يسر معانتها كتحب تلقى مخرج ولا تحب تلقى ثنية تهزك لتحقيق أحلامك ولا تخزر للدنيا بالبي تنجم نجم ليه أنا كلمة ليه من أكثر لطول ميت لنكره من نجمش ليه محبهمش يستفزوني نجم تعارك معاك مثلا مثلا نبدل كنابي تقول لي ليه محبهمش تعملوش تعارك معاك ما النجمش كلمة ليه وإنبسيب موجودة في قاموس بيه لبتميزم هذي وأنك دي ما تحاول تلقى حال في كل شي وتلقى إن أبوختونيتي بوزيتيف في كل شي هو اللي يعاونك تخرج منها للدبريسيون على خاطر كي قتل عدي تعامونس الناس من برا ما رأوا في شي أنا من داخل عيشة هذة شو اللي يعاونك أكثر حاشة نعم يعاونيش خاتروخ ذولي أنا في حيتي لكل رأوا عشت برش صدمت برش وكنت ديما خم في الحل خم في الحل عالين أخرين خم في الحل كيفيش بش نعملو شو نزمني نعمل بش نخرج من المشكلة هذي وبعد نلقى الحل وننطلق أقوى من قبل كينك في كورس وقلت طي فهمت قبل كنت كيك ما دي بخش هذي كلي اللي عاوني فيها البسي معتا مشت لبسي كولوك مشت لبسي مشت الكوتش ما خليت معملت العام ونص ما ما كنتش مقتنعة مشت لبرش اللي يحكي لي حكاية موخي ما يقبل هيش ما عاش نعود نرجع له قطر أنا عبد ياسر نقعد مع روحي ونحكي ياسر مع روحي وعندي إجابات للأسألة اللي في موخك كل اللي يتعلقوا بي أنا كل حاجة عندي لها إجابة دونك كي أنتي كبسي ومختص اللي يجيتك تعطيني إجابة وإنا نقول لك ليه رو خاطر كنت قبل هكا وهكا ما تنجم مشتكون كي أنتي تقول لي ليه هكا رو اللي يقول لك فيه صحيح بس يوله ما شفش نرجع لك ما شفش تكون تعرفني أكثر من روحي ويقول لك الإنسان طبيب روحه دونك كنت بشتعوني مرحبين مرحبين دونك مشيت البرش مشيت البرش وفي وسط العام ومصرة وصاروا برش حاجة أخرين اللي خليوني إينا واحدين فيق كيما شنو كيما شنو كيما مثلا رجعت لل رجعت لل للصغرى متاعي رجعت لل على خاطر لفاية اللي أنتي تحب روحك أحسن واحد وتحب روحك أخير من الناس الكل وتحب روحك وتحب روحك توصل وتحب روحك فهمت ومسطر حياتك وعارف روحك شنو تحب رجعني للصغرى اللي أنا بالحق من اللي كنت صغيرة نحب نفك بلاس طخول نحب خير من خول نحب نحظى بالاهتمام اللي هو بسيت فهمت خاطر مالي صغيرة دونك بديت عرفت كليت ديكورتي السيطواشن بشوية بشوية وتشوف شنو كل بازل هو نحي وتعود تركبه وتحسك بيسها نقصة رجعها نيلي مش بلاسطة هذي دونك بديت نفهم المشاكل المنين جيت هي ما كانتش مشاكل كبيرة ما كانت كبيرة وما مامتون كبيرة على خطر بنيت عليهم حياتي لكل مبعض فهمت فهمت 2018 فهمت اللي بنيت قبل 2018 الكل مش غالط مما كانش هلك أساس الحياة معت عبنيت وعلى حاجات فهم حاجات أهم منه برش نهي الجانب الإنساني وإنا شو نحب غير ما إنا شو نحب من الحياة أس كو إنا نحب لغيوسيت للغيوسيت وإلا إس كو هذي كا تمثلني أس كو إنا كي نجحت نجحت للعباد أو نجحت الروحي فهمت معت عيد لفيت اللي أنت قاد لشوك ذيك ما نعرش ما ختمك معت أنا كنتمش انت لبسي يقول لك ذكر لي شنو ما الحاجات اللي واجعوه كنت صغير حدث كبير معنا حدث لغك ومش حدث كبير إن فما شي بالحق معنا نتذكر معنا نتا إنا بالعكس ما كنتش نتضرب كي كنت صغيرة أخوتي ضربونا لي معنا نتا إنا مثلا قبل ما بابا يجي يا كبشي عقبنا نقوم نبكي يقول لي يا عيش ولي خليني اللي آخر ويعطيني شاحتين ونسألك كنت راني معنتها كنت أنصر بوغتابل كتطفلة صغيرة راه وغي قت إكتطفلك البليدة اللي كنت لقى تغفاصها عرفت كيدي نخزر ومدنان وإنا ما كنتش بيح فهمت وحتى الحب الزيت كلمة صغيرة فهمت ما انتا نمشي مع بابا مثلا نهار لحد شاق ذي يتعدى بأحد أصحابه يعطيوني شوكولة وبعم بعم روح نبدأ بخوك عبا ما انعطيك كنت بليدة بارشا فهمت كنت إبوغتاب تربينا لكل مع بعضنا فهمت أخوتي ما كانوش عندهم ما كانوش كيفي فالحاجة فهمت ما كانوش عندي صدمات بالعكس كنتم دلة بتات كيقولك دليل يخل في البال سيت بتات خذيك ولا بتات خطر حسيت لخويا زي تحاجة بسيت علي فهمت أنا ظهري ذاك اللي خلي كلامك بالحق يظهر قديش نفسية الطفل تنجم تتشكل من تفاصيل صغيرة بانسور ما هيش مشكلة صدمات كبيرة أو عذاب كبير بعين هي تفاصيل تنجم تشكل مهم مع الأخر اللي قلته ويعيش كليينتي قسمته معان به أحلى البودكاست اسمه نورت فبش نسألك أسألة بسيطة فمشي جملة كي سمعتها ولا كي قريتها تعتبر أنها نورت لك عقلك أوي زي مني نستحذرها معناتها جملة حكمة مثل ترالي هو نور لك عقلك كاركس التولي قبل سؤالي خطفا مبارشا حاجة نورو لعقل متاوى بش نستحذر لك حاجة قول لك حاجة ريت اللي نشوفه فيه في الغيزو من نشوفه في الغيزو ما نحسهمش ما نحسهمش أي عبدي نجم يحس بيهم ولا يفهمهم نجم تفهمهم ما تنجم تطبقهمش نحس لي وساعات نقول اللي خلي لازم العبديك الكفوف بالدنيا بشفيق خطر أنا كان ما كليتش كفوف بالدنيا وما صار وليش دي شوك معناتها في حياتي انبوسيبل نوصل اللي وصلت لأينا اليوم من رحت بيت نعرف روحي شوه نحب ما يهمنيش في رأي العباد بالحكس معناتها الحياة قادة كين نعمض عيني ونشوفها كانت حاجة ييسر معناتها انغيش سنت اللي عشت وأينا خليني نشوف برشا حاجات ونكتشف هنا شوه نحب شوه ما نحبش وقت اللي قلت الحياة هي وياج قصدت اللي كل يوم تصير لك تجربة معينة تكتشف بها روحك دونك اليوم وقفت في المحطة هذي عرفت اللي اينا مثلا يزمني نبجر لروحي اليوم وقفت في محطة أخر عرفت اللي الفلوس مايش الدنيا الكل والفلوس مايش كل شي اليوم وقفت في محطة أخر عرفت اني رحت البال والبساطة في الحياة هي اللي تجيب لك السعادة همت دون كريت اللي المحطات ولا المطارات اللي تيقف فيهم بما أنها رحلة يخليوك تيقف تفرخ وتعبي جديد وتتعدل اللي بعد همت ماهدها الحياة بسي تبارش ميش نكمل لك مع الصيغي نورت شكون اللي تعتبره في حياتك نورلك طريقك أمي بيه فميش حاجة شفتها مشهد حاجة في الدنيا اللي نورت لك عينيك مشهد عطا في الدنيا ميسيلش امي 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 بيه بيه فميش حاجة شفتها هكا حاجة كنت حاضرة فيها ريتها موقف مم نجمش تكون تاجربة نجم امي 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 فما غولاسيون تعديت بيها قبل قعت فيها خطر عليش قبل قلت لك اللي كل كل حاجة دي في حياتك تتعلم منها حاجة انا فما غولاسيون تعلمت منها ببرشة حاجة تنورتلي طريقي في برشة حاجة واللي هي قاعدة عام ونص والإنسان هذية بالحق رأى وفيت هي العليقة وفيت بالخايب أما الإنسان هذية ما عندك حتى فكرة قدش نحبه ونقدره ونحترمه واليوم معناتها كن نعرف اللي خاطر بالعمور تعرف اللي رأى وكي غلاسيون فيت زيد هذية نقض وصحاب مش موجودة هتلعب دي قدامك يمشي في بلو انتي تحب ترجع وهو انتي تحب توصل والانتي متحبش ترجع والانتي ترجس بالعشرة والانتي فهمتش نقصده ما تعلمت ببرشة حاجات برشة حاجات واللي نورتلي طريقي معناتها اللي اليوم كننش الغلاسون هذية كانني انا زادة مني شوين انا اليوم ما اهم حاجة تعلمت؟ اهم حاجة اهم حاجة تعامل مع العبيد اهم حاجة ليماج اهم حاجة الظهور متاعك كيف ينجم يكون اهم فهمت؟ معتها تعلمت ندوزي بها الغلاسون هذيك تعلمت ندوزي بها في حياتي فهمتها اخر سؤال في السرية دي شنو الفكرة اللي ماذا بيك تزيد تنور في العالم اكثر ماذا بيك تراه اكثر في العالم؟ بارشة في قبل تفهم التسامح الطموح العمل شو خطوه اللي ماذا بيك تتعلم وتخدم وتعطي كل حاجة قيمتها حس اللي توا والينا ماشيين في ثنية قلي القراية زايدة وأي خدمة فيها فلوس يجبنا نخدموها و 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 ذا مالحاجات اللي توا اينا يوجعوني كفيش نراها في الدنيا كفيش و ений بالشا تأثير على الجنراسون اللي توا قاعدين طالعين اللي القراية مايش مهمة تحسها واليت اللي كي تحكي على باركورك ولا اللي انت تعبت ولا اللي انت ماديت شدك ولا اللي انت عملت على روحك ولا اللي انت بديت مصفر و واليت كانت تقول فيchau كما كانوا والدينا يقولوا لنا أنا قلت على شمع الدماج والدينا في وقت وصلنا الوقت اللي يتعب ولا يبدأ مصفر كانوا عيب ولا نقص حاجة وليس مكتور تبدأ الفلوص اللي في ساعة والشهرة اللي في ساعة والثراء اللي في ساعة والنجاح اللي في ساعة وذي الكل ما يزمو سور معنطا هي الكوب كي تطلع في برشة تعود تتيح اللي جمس تقعد في السمي لونك ومية واحدة بدأ تتيبة ختيبة وتخلط اللي تحب علي هذه الحاجات اللي نحبهم مش معناتها ماذا باي كان يقعدوا في مجتمعاتنا خاطر تحس اللي نكلون التي اللي Jug humano ولينا ما عاشنها عايش ناط يقيمة جملة للمجهود Wang Hu no Дав 하기 u قيمة Jamb crit وماشنorus y crimي ولم г شناط يقيمة جملة للمعرفة Wang Hu no traum banco وماشنوع ten اقيمة جملة للا للا بصاط تل أشياء زايدة كل شيAmerican كل شي perché بالله بالفلوس كل شي Merkel والله بالمظاهر كل شي يesian كل شي sociales كل شي晴 فيلك كي ناح مكان كاي ناحه مchau كاي ناحайтесь كان توصف خوك الكبير في كل ما شاء تقول خويا الكبير خويا الكبير نوصفه في كل ما ما بروتكتور ولا ما ننج قاعد كان توصف الويل دمتاك في كل ما شاء تقول عمي العطاء كبير فضل ناشى فضلك ما عندك كان توصف الويل دمتاك في كل ما شاء تقول بابا الحنين كل فرق ايب وخطوهم يحنينا دراما نكون حتى احن من بابا اما ما نعرش عشخص حالين بابا عجب سيكولوجيا كيفيزن شونا أنا شو كامل معاك كانت عندي أختي زيدة رابو كبيرة أختي الحكمة عندي خويا الصغير خويا الطموح نكمل معاك كانت كان توصف مروه في كلمة مروه في كلمة مروه في كلمة يجبني نلقاها الكلام عندي في موخة ما قد يش الأسرار مرسي مرواق نورت مرسي أتوار أول مرة مع زين بالميلكي وشالله مش آخر مرة من انترفيو تعدي تيسر محليها عباطنا شوية دمعات ما تحكي نيش لابا سألتني أسألة ما سوني وإن شالله يعجبكم الباساج مفاعي وكها اشتركوا في القناة